أصدرت رئاسة أقليم كردستان بياناً بشأن الأوضاع الراهنة في العراق والتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وقالت في بيان لها أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في كاركوك والقائم وأمام السفارة الأمريكية في بغداد مؤشرات تدل على ازدياد تعقيد الأوضاع في العراق والتي أدت إلى أفعال وردود أفعال متكاررة من هذا المنطلق نرفض خطوات لتصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاكوا سيادته وأضاف البيان أنه لا يجوز اتخاذ العراق ساحة لحسم صراعات الدول كما ندعو إلى حل مشاكلهم عن طريق الحوار واحترام العراق وسيادته والتزام كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تطورات خطيرة